موسيقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يعلن استقالاته من منصبه بعد تزايد الخلافات مع الرئيس ترامب موسيقى الحريري يعرب عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم بعد أشهر من الخلافات السياسية موسيقى مجلس الأمن يصوت اليوم على دعم الهدنة وإرساء المراقبين اليمن واستمرار المشاورات بين القوى الكبرى بشأن مشروع القرارة موسيقى 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 وقد قام الرئيس كذلك بالمرور على جامعة الجلالة والتي تشمل بخلاف إدارة الجامعة أربع عشرة كلية وشاملت جولة الرئيس كذلك الحي السكني والمنتجات السياحية هذا والنوح ناية حضراتكم أننا سنديع جولة الرئيس كاملة في منطقة هدبة الجلالة عاقبة هذه النشرة تابع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي خلال الفترة الماضية في مجال منظومة النظافة وجامع القمامة ورصف الشوارع وإدارتها والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي ومتبع تشغيل المنشآت الخدمية وقد تلقى مدبولي تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تناول جهود المحافظات في هذا الصدد وبين أنه تم رفع نحو مئتين مليون وسبعمائة وستين ألف طن من التركمات القديمة من الشوارع على جانب رفع أكثر من ثلاثة مليون طن من المخلفات الحديثة أعلنت وزارة الداخل يستنفارا أمنيا بكافة أجهزتها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكتيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات جاء ذلك تنفيذاً لستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال احتفال عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى لدى كافة قطاعات وزارة الداخلية لتحقيق انتشار أمني فعال بكافة الشوارع والميادين والمنشآت الهمة والحيوية لتوفير مضلة من الأمن والأمن للجميع وتتولى مدريات الأمن تنفيذها ميدانياً تعتمد على وجود تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة بالشوارع الرئيسية والميادين والطرق الرابطة بين المحافظات لرصد الحالة الأمنية والتعامل مع ما يستجد أمنياً من خروج على القانون بمنتهى الحسم وفقاً للتعليمات المشددة في هذا الشأن مع الحفاظ على أمن القوات إضافة إلى الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع كدعم رئيسي للخدمات الأمنية المنتشرة بالمناطق الحيوية ومحيط دور العبادة والتي من شأنها القيام بعمليات التمشيط على مدار الساعة وتلبية النداءات والاستغاثات عند الضرورة القوات المكلفة بعمليات التأمين والمنتشرة بالشوارع والميادين بكافة ربوع الجمهورية مزودة بالعدة والعتاد والتي تتيح لها مواجهة المستجدات الأمنية فوراً بينما تقوم إدارات المرور بكافة مدريات الأمن والإدارة العامة للمرور بتكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية وشن حملات مرورية وعمل تحويلات مرورية بديلة لتلك المغلقة كحرم آمن للكنائس بما يسهم في تحقيق سيابية مرورية من خلال التعامل السريع مع أي التكدسات تشهدها الشوارع الانضباط الحسن والسرعة في التعامل وشعار وزرق الداخلية في كافة المواقع المكلفة بتأمينها لتوفير المظلة من الأمن والأمان للمصريين بمناسبة أعياد الميلاد وفي أي مكان يتوجهون إليه للاحتفال فأينما يكون المواطن فالشرطة رسالتها حمايته وتوفير الأمن له أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس استقالته من منصبه بعد يوم واحد فقط من العنان الرئيس ترامب سحب قواته بالكامل من سوريا كان ترامب قال إن ماتس سوف يتنحى عن منصبه في نهاية شهر فبرايل المقبل بعد يوم واحد فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته بالكامل من سوريا أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس استقالته من منصبه في خطوة لم تكن مفاجئة بالكامل للمراقبين في واشنطن فلا طالما تجاهل ترامب نصائح وزير الدفاع خاصة في الآونة الأخيرة وكان قرار ترامب سحب ألفي جندي من سوريا بمثابة صفعة مفاجئة لماتس الذي حذر من أن انسحابا مبكرا من سوريا قد يكون خطأا استراتيجيا فادحا استقالة ماتس أقوى رجال ترامب كما تصفه الأوسط الأمريكية جاءت كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بسبب عدم تطابق رؤيته لإدارة سياسات الدفاعية مع قناعات رئيس دونالد ترامب ويبدو أن قرار ترامب سحب قواته من سوريا الذي كان بمثابة صدمة للمؤسسة السياسية الأمريكية لم يكن نقطة الخلاف الوحيدة بين ترامب وماتس حيث سبقته خلافات عميقة بين الجانبين حيال العديد من القضايا وما يعزز هذا الاتجاه الرسالة التي بعثها ماتس لترامب ونشرها البنتاجون وقال خلالها إن من حق الرئيس أن يكون لديه وزير دفاع له رؤى أكثر تقاربا مع رؤيته لقضايا العالم وتصادم الرجلان في السابق حول موضوعات عدة بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب في مايو الماضي بينما دافع ماتس عن أجزاء منه كما كان ماتس ضد قرار ترامب إنشاء فرع مستقل من المؤسسة العسكرية الأمريكية تحت اسم القوى الفضائية وقبل لحظات من رسالة ماتس نشر ترامب تغريدة أعلن فيها تقاعد وزير دفاعه في نهاية فبراير المقبل كما أكدت الإدارة الأمريكية أنه سيتم الإعلان قريبا عن اسم وزير الدفاع الجديد ماتس خدم في إدارة ترامب لمدة عامين وطوال المدة كانت هناك علاقات طيبة بين الجانبين إلا أنه حدث بعض الخلافات لذلك جاءت استقالة توزير الدفاع بموافقة ترامب ويرى مراقبون أن من بين المرشحين المحتملين لتولي المنصب السناتور الجمهوري تون كوتون وأيما كان اسم خليفة ماتس فإن هناك العديد من التساؤلات بشأن مدى التزامه بالمعاهدات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي ترجمة نانسي قنقر حذر ما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطية من خطورة سحب القوات الأمريكية كاملة وبشكل سريع واعتبرت من ذلك أن يعقد الأزمة السورية بشكل أكبر وشدد المجلس في بيانا له على الانتحاب مرتقب من جانب القوات الأمريكية قد يؤثر سلبن على مهمة الشركاء في التحالف الدولي لإنجاز وتحقيق الهدف القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقد أكد البيان دروت لا يترك هذا الانتحاب أي فراغ أو فوضى أو تدخلات خارجية وبخاصة من جانب تركيا قد تؤدي بالمنطقة نحو كارثة قد تهدد السلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا جاء بعد سلزلة من المشاورات مع كبار المسؤولين وأضاف بومبيو أن رغم الانتحاب فإن الولايات المتحدة ستستمر في مكافحة الإرهاب لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي سواء كان ذلك في سوريا أو في أماكن أخرى وأشار لأن قرار سحب القوات من سوريا لا يقلل من نجاح الإدارة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط من جانبها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن قرار ترامب بشأن سوريا خطأ فادح للغاية وأن المهمة لن تنتهي هناك وقد شدت بارلي على ضرورة هزيمة تنظيم داعش عسكريا وبشكل نهائي وقالت فرنسا وهي عضوة رئيس في التحالف الذي تقوده والولايات المتحدة أنها ستحتفظ بقواتها في شمال سوريا بالوقت الحالي لأنه لم يتم القضاء بعد على تنظيم داعش الإرهابية قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الألاف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان من جانب أعتبرت الرئاسة الأفغانية أن قرار سحب الجنود من البلاد لن يؤثر على أمنها حيث أنها ترى أن الأفغان يفرضون فعليا السيطرة الكاملة على الأمن منذ نحو الأربع سنوات ونصفة بعد يوم على اتخاذه قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة ما سمي بالإرهاب من جانبها اعتبرت الرئاسة الأفغانية أن قرار سحب الجنود الأمريكيين من البلاد لن يؤثر على أمنها حيث أنه منذ أربع سنوات ونصف يمارس الأفغان فعليا السيطرة الكاملة على الأمن وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان غضاة إعلانه رغبته سحب كل القوات الأمريكية من سوريا وسيشمل قرار الانسحاب من أفغانستان حوالي سبعة آلاف جندي من أصل أربعة عشر ألف موجودين هناك حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وكان وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمز ماتس قد استطاع العام الماضي بالتعاون مع مسؤولين عسكريين آخرين إقناع ترامب بإرسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان حيث كانت طالبان تحقق مكاسب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأفغانية لتبقى جميع السيناريوهات مطروحة على الأرض في ظل هذه المستجدات ومعنا لمزيد من المتابعة دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام والمتخصص في الشأن الأمريكي برحب بيك دكتور أحمد بداية أهلا بي أهلا وسهلا دكتور أحمد يعني نعتبر أن هناك طبعا سلسلة من الاستقالات ربما تباعا واحدا طلو الآخر وكان أخيرا طبعا القرار الخاص باستقالة وزير الدفاع جون ماتس يعني هذا الحديث ربما يفرد مفردات جديدة على السياسة الأمريكية ومنها بالطبع سحب القوات المنصرية وكذلك تقليل عدد كبير من القوات في أفغانستان يعني بالطبع استقالة جيم ماتس هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة هذه الإدارة هي أكبر إدارة في تاريخ أمريكا شهد أكبر عاجب من الاستقالات المنطقة البسيطة التي يتبعه ترامب هو أنه من معه في أراه في توجهاته في قدرة السياسة الخارجية فعليه أن يسير معه ومن يعارب رأيه أو ليتوافق مع أراهه فعليه أن يستقيل أو يقيله هذا منطقة تبعه ترامب تقريبا مع كل المسؤولين وزراء الخارجية وغيرهم من مستشار الأمن القومي أعتقد أن جيم ماتس كشف عن فجوة كبيرة ما بين الرئيس ترامب كشخص يتخذ القرار ربما بمفرده وبين المؤسسة الأمريكية التي يعبر عنها ماتس المؤسسة في وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الأمريكي والمؤسسات الأمريكية الأخرى حول الأبعاد الاستراتيجية لقرارات الرئيس ترامب فيما تعلق بالسياسة الخارجية وخاصة فيما تعلق بالقضايا العسكرية والانتشار وآخرها كان قرار الانتحاب من القوات الأمريكية من سوريا ثم أفغانستان وما اعتبره ماتس حقيقة أنه يمثل انتكاس للاستراتيجية الأمريكية بشأن محاربة الإرهاب بشأن تدعيم النفوذ الأمريكي في موازنة نفوذ أطراف أخرى مثل روسيا والصين وغيرها من الأطراف أيضا إيران في سوريا على سبيل المثال وأعتقد أن كرامب حاول أن يوفي بعده في الانسحاب القوات لاعتبرات انتخابية لكنه شخص خارج من سياق المؤسسات الأمريكية التقليدية لا يرضى ما لا يدرك أبعاد هذه التحركات أو توقيت أو مبادرة ودلالات هذه القرارات المفاجئة وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي على دور أمريكا في المنطقة فيما تجده أيضا من فراغات سواء في أفغانستان أو في سوريا يمكن أن تمنعه أطراف أخرى خاصة إيران التي تنتشر من الشيات الإرهابية في سوريا وهو نفس تقرار سيناريو القرار المفاجئ لأوباما بالانسحاب من العراق في 2011 وأدى ذلك بعده فيروات قليلة إلى افتلاع سنوزين بيعش الإرهابي ما يقرب من نصف العراق دكتور أحمد نستطيع أن نقول أن ترامب يدغضغ مشاعر الشارع الأمريكي من سحاب القوات لأن هناك طبعا مشاكل اقتصادية كبيرة توجه أمريكا في هذه الفترة على حساب السياسة الخارجية للولايات المتحدة هذا القرار ربما يكون مبني على صورة فردية وليس عمل مؤسسي كما اعتدنا من الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هذا بيوضح نمط أليس ترامب في تخلق القرارات الانفرادية ونمط تعامل حتى مع المؤسسات الأمريكية نحن نعرف أن هناك حتى فجوة كبيرة بين ترامب الشعبوي الذي يخاطب الشارع وبين المؤسسات الأمريكية والدولة الأمريكية التي تسمى حتى الدولة العميقة بمعنى المؤسسات التقليدية ورأينا كيف أن هذه المؤسسات حجامت ترامب في العديد من الملفات خاصة فيما تعلق بالتقارب مع روسيا فيما تعلق أيضا بملفات أخرى لكن ترامب بظل يظهر أنه رجل الوعود أنه أوفى بوعوده أنه قرر للنسحاب واتخذ قرره بالفعل هو الآن في وضع داخلي صعبي هو الضغط الداخلية مع أعلان المحقق الخاص عن موجود تقارير وعن موجود شبهات كبيرة واحتمالات كبيرة لأتدخل الروسي فيها الانتخابات واحتمالات ورد أطراف من إدارة ترامب وذلك أيضا فوز الدموقراطيين بأغلبية مجلس النواب كل هذا ترامب يحاول أن يسمى القادة من الخلف وأن يصطبق هذه الأمور في التركيز على أن هذه نكعة أمريكية أن أمريكا أولا يشعر أمريكا من الداخل لكن في النهاية هو ليدرك أبعاد السياسة الأمريكية التي تمثلها المؤسسات الأمريكية ولذلك قبل هذا القرار بردود أفعال داخلية معارضة وسلبية وأيضا منها الأطراف الأوروبية والأطراف الدولي الأخرى نعم بشكرك شكرا جزيلا لهذا التحليل دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام المتخصص في أشعاء الأمريكي شكرا جزيلا لك قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار وقع وسط العاصمة النمسوية فيينا وأشارت مصادر أمنية إلى أن مرتكب الحادث لاذا بالفرار ولم تعرف بعد دوافع ارتكاب هذا الهجوم أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن أماله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم بعد سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن تولي حقائب وزارية قال الحريري في مؤتمر صحفي ببيروت أن حكومة بلاده ستحاول خفض الضعم الذي تدفعه للطاقة بنحو ستمائة مليون دولار في عام 2019 كانت الانتخابات الشرعية والتي جرت في مايو الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات أصفرت عن فوز حزب الله اللبناني مع حلفائه السياسيين بأكثر من سبعين مقعدا من أصل نحو مائة وثمانية وعشرين مقعد لبنان الذي يعاني من تراكم الديون ورقود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقعة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مصار مستدام يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم على مشروع قرار لإرسال مراقبين لليمن ودعم نتائج مفاوطات السلام الأخيرة في السويد وقد فدى عدد من الدبلوماسيين أن مشروع مسودة القرار الذي أعدته بريطانيا خضعت لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع تخللها تهديد روسي باستخدام حق النقد في حال ذكر أي دعم من إيران للهجمات المتمردين الحوثيين وما أردت الولايات المتحدة أن تفرضه وللتحليل ينضم لين عبر الهاتف دكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن مرحب بك دكتور عبد الملك مرحبا بك أهلا وسهلا دكتور عبد الملك نستطيع أن نعول على النتائج التي خرجت من مؤتمر المفاوضات الأخيرة في السويد ومدى أصدق أيضا جدية إرسال مفاوضين جدود وعدد من المتابعين للنتائج المفاوضات السويد الأخيرة في اليمن هل نتوقع حالة الموقف الأراضي اليمنية بناء على المفاوضات الأخيرة في السويد؟ هي مفاوضات السويد عبارة عن خطوة لا يمكن أن تعتبر حل المشكلة اليمنية بل هي خطوة يمكن أن يبنى عليها لخطوات قادمة لإحلال السلام في اليمن والرسول إلى السلام والسلام خطوة من نجل بناء الثقاء خطوة مهمة أن ينسعب الملكية الحوثية من ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء الرأس عيسى ومن مدينة حديدة بشكل سلمي هذا أمر أكثر مما كنت تتوقع شخصيا كثير من القرى السياسيين لكن هذا لا يعتبر ناصر ولا يمكن أن نحلح الملف اليمنى بشكل كبير لأنه يعني هو عبارة عن إنجاز جزئي إذا تم تطبيقه حسب ما قال مع الوزر الخارجية أنه يمكن أن ينتقل إلى قولات مفاوضات أخرى والذهاب إلى الحل الحقيقي وهو استعادة الدولة الكاملة السلاحة والسلم السلاحة المليفية كاملة خلينا دكتور عبد الملك نبدأ بنقطة يعني النقطة الفاصلة دائما هو مناء الحديدة يعني إذا حلت هذه القضية أو الإشكالية ربما نستطيع أن نعاول على تفاقية السلام لكن حتى الآن مع وقف إطلاق النار لا نستطيع أن نقول أن هناك ربما يعني شبه سيطرة أو شبه حتى تفاوض بشأن مناء الحديدة وقف إطلاق النار بدأ سريانه يوم الاثنين صباح الثلاثاء المنصرم يعني وقع الحال أنه الحوثيين لم يسعلوا إطلاق النار يعني هو بدء سريان الحرب الحوثية على الناس الحديدة لكن في الأخير هو يكشف ويعري الوقه المفيوزي للميليشيا الحوثية لا تحترم التزام ولا تحترم القانون يعني ميليشيا بدون أخلاق بقدر ما هو يعني يعني يكشف الوقه القبيح للميليشيا الحوثية فإنه يضع سؤال مهم منه داود من أدوات والتنفيذ لأنه إلا الآن نبيتا بنشر المراقبين هناك في مسجد هذا القرار الحسنة بالأغنية أنه سيكون هناك أربعين مراتب أممي مدني وليس قوة سلحة أممية بالإضافة إلى أربع سبع مراتب يعني مساعدين لجنرال باتري فإنه يظل الآن الإشراف على التنفيذ التنفيذ الانسحاب المفروض أن يكون اليوم قد أكملت الميليشيا الحوثية من الموانئ يعني نستطيع أن ننتظر دكتور عبد الملك حتى نعاول على مدى استخدام روسيا بحق نقض الفيديو إذا ما ذكرت يلان في المحادثات الأخيرة في المجلس الآن ربما الساعات القادمة تصفر عن جديد بإذن الله في الموقف اليمني شكرا جزيلا دكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب المحلل السياسي اليمني توافد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة قال تلهيئة الوطنية لمسيرات العودة إن المسيرات على حدود غزة تأتي تأكيدا على الالتفاف حول أبطال الضفة وهم يتصدون لجرائم الاحتلال ما هو قادم أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد سليمان بعد الفصل أشكرك عمر أهلا بحضاتكم أخبار الاقتصادية في فانورما الرابعة وأبرزوا ما فيها مجلس الوزراء يعلن ارتفاع تغتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية للمركز الرابع والتسعين حلال عام 2018 أكد مجلس الوزراء تحسن وضع مصر العالمي والإقليمي بمؤشرات التخطيط المستقبلي في تقرير التنافسية 2018 حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر البنية التحتية في 2018 مقارنة ب2014 حيث ارتفع مؤشر كفاءة الكهرباء من المركز المائة والسابع إلى المركز الرابع والستين كما ارتفع ترتيب مصر في كفاءة النقل الجوي والمطارات من المركز التاسع والخمسين إلى المركز الثالث والاربعين وزاد الترتيب في كفاءة النقل البحري والموانئ من المركز الثمانين إلى المركز التاسع والثلاثين في قطاع البنية التحتية ارتفع مؤشر مصر من المركز المائة والرابع عشر إلى المركز السادس والخمسين ومؤشر كفاءة الطرق من المركز المائة والثاني عشر إلى المركز الخامس والاربعين وفي مؤشرات القطاع الخاص تحسن ترتيب مصر من حيث توفير مناخ مستدام للاتثمار واستقرار الأسواق وظروف المنافسة في الأسواق والقطاعات وفي مؤشرات الجهاز المصرفي ارتفع ترتيب مصر إلى المركز الثاني والثلاثين عالميا والرابع إقليميا حيث ارتفعت الودائع في البنوك المصرية من 1.4 تريليون جنيه في 2014 لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه في 2018 وزاد كذلك ترتيب مصر في مؤشرات الأمن وسيادة القانون من حيث الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون والقدرة على فضل المنازعات بالطرق القانونية حققت البورسة المصرية خلال التعاملات الأسبوع المنقادمة كاسبة بلغت نحو 4.7 مليار جنيه ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات المقايدة نحو 748 مليار جنيه وأشار التقرير الأسبوعي للبورسة المصرية إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ذلك مع ارتفاع قيم التداول لتبلغ نحو 6.7 مليار جنيه وأضف التقرير أن تعاملات المتثمين للأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 25.6 مليون جنيه بينما سجل المتثمين العرب صافي بيع بقيمة 81.82 مليون جنيه تحت أخبارنا الاقتصادية واستكمال البانورما مع الزميل عمر عبد المجيد بعد الفاصل أهلا بكم من جديد صادقة الجمعية العامة الفرنسية على إمكانية أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو وهي إحدى تدابير الطريق استجابة لحركة السطرات الصفراء كان الرئيس الفرنسي ملوي مكرون قد قال أن معارض زيادة الضريبة على الوقود على حق وذلك بعد أن تم توقيع نحو المليون ومائة وخمسين ألف شخص التماسا عبر الإنترنت احتجاجا عليها وعضف مكرون أنه لا نية في زيادة أسعار الوقود أو حتى الكهرباء خلال فصل الشتاء كما أعلن زيادة نحو 100 يورو لخمسة ملايين يتقاضون الأجور المنخفضة وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين اشتبك الألاف من المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب في برشلونة عاصمة تقليم كتالونيا الإسباني بعد أن تجمع احتجاجا على عقد الحكومة الإسبانية اجتماعا في المدينة اليوم وادعت منظمة تدعو الانفصال ونقابات عمال الاحتجاج إظهارا لاستيائهم من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقراره عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في برشلونة وتعيد حكومة إقليم كتالونيا المعلفة من اتلاف أحزاب معيدة للانفصال وتعيد التظاهر السلمي ضد هذا الاجتماع شبى حريق في قارب علمتنه نحو 29 مهاجرا قبالة الساحل الجزائري مما أدى لفقدان نحو 20 شخصا في حين انقضت داخرة ليبرية التسعة لآخرين وقالت وكالة الانباء الجزائرية أن التسعة الذين تم انقاذهم منهم خمسة أصيبوا بحروق كما تم نقلهم إلى مستشفى في غرب العاصمة الجزائرية لافتة إلى أن كل ناجين هم من دولة الجزائر ما هو قادم أخبار الكرة والملعب أخبار الرياضة مع الزميلة إيمان الشيخ بعض الفاصل أهلا بكم الجديد شهدت محافظة الفيوم ظاهرة فلكية نادرة وهي تعامد عشعة الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون ويعود تاريخ معبد قارون إلى العصر البطلمي في القرن الثالث قبل الميلاد وقد تم اكتشاف تلك الظاهرة منذ ثماني سنوات نتابع احتفالية نظمتها محافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة الآثار بمناسبة الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قارون والذي يتوافق مع انتهاء فاصل الخريف وبداية فاصل الشتاء في الحد والعشرين من ديسمبر من كل عام نحن نستغل الحدث ذا في أن نحن بالرواق سياحية لبحث الفيوم لم أعرضك شايف كده الناس كلها موجودة سواء مصريين أو أجانب كله مبسوط الحمد لله تعالى الفيوم بدأت المتلك مقاومات سياحية عديدة منها السياحة الفرعونية عصار فرعونية عصار اليونانية السياحة الدينية السياحة الشاطئية نحن عندنا الفيوم الحمد لله تعالى فيها مكان كتير جدا تقريبا نتكلم في 33 مكان سياحي هذا المعبد مبني من الحجر الجيري ارتفاعه حوالي 13 متر وعرضه 19 وطوله 28 متر لا علاقة له بقارون اللي ورد ذكره في القرآن لأن قارون القرآن قال عليه فخسفنا به وبداره الأرض فما فيش علاقة تماما بين هذا المعبد وقارون وطبعا كلمة أصر أنا عايز أقول أن كلمة أصر بتيجي دايما العرب بعد الفتح الإسلامي لما دخلوا مصر قالوا على كل معبد أصر ولذلك شافوا معابد كتير في مدينة الأقصر فقالوا عليها مدينة الأقصر لكسرة القصور اللي موجودة به الشمس بدأت في السطوة على قرص الشمس المجنح على مدخل المعبد ثم المقصورة الوسطى وانتهب بالمقصورة اليمنى التي تضم تمثال الإله سبك لكنها لم تتعامد على المقصورة اليسرى نظرا لأنها تضم ممياء التمساح وهي تدل على العالم الآخر المظلم الاتجاه بتاعه شرق غرب وبالتالي الشمس بتشره من الشرق فبتيجي على المعبد نفسه بيبدأ المدخل أولاني كرص الشمس المجنح اللي بيحمي دايما المدخل وكل مدخل ما بتدخل المعبد أتلاقي البوابات سقف المعبد بينخفض والأرض هي بتعلى تكسيد للسماء والأرض والتقاءهم في قدس الأغداس فبتبدأ الشمس تحرك من فوق ليناء نزلة على قرص الشمس المجنح في الصلاة اللي بعدها لحد ما بتوصل للمقصورتين الوسطى واليمنى وبتتعامد عليهم المعبد يقع جنوب غرب بحيرة قارون ويعود تاريخه إلى العصر البطلمي في القرن الثالث قبل الميلاد ومكون من صالتين تؤدي إلى قدس الأغداس إذن يا ظاهرة فريدة تتكرر مرة واحدة كل عام لكن تم اكتشافها مؤخرا لتستغل لها محافظة الفيوم بعد ذلك سياحيا من خلال جزلي المزيد من السياحين من أمام عبد كارون بمحافظة الفيوم أشرف منوار في الختام دائما نذكر حضراتكم بأورز مجافي نشرة من أخبار وزير الدفاع الأمريكي جامس ماتس سيعلن استقالته من منصبه بعد تزايد الخلافات سمع الرئيس ترامب الحريري يعرب عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم بعد أشهر من الخلافات السياسية مجلس الأمن يصوت اليوم على دعم الهدنة وإرسال مراقبين لليمن واستمرار المشاورات بين القوى الكبرى بشأن مشروع القرر ترجمة نانسي قنقر